لم يتحمل حارس المنتخب المصري عصام الحضري حرارة الجو أثناء التدريبات خلال شهر رمضان فألقى على رأسه ببعض الماء البارد ولكن الحضري وباقي اللاعبين أصبح لديهم فتوى شرعية من دار الإفتاء تجيز لهم الإفطار في أيام المباريات المهمة الفتوى استندت إلى أن لاعب الكرة أصبح أشبه بالأجير الذي يجوز له كسر الصيام إذا تعرض لعمل شاق تعطي المبررة فعلا لأن احنا أصبحت عملا أصبحت مطلبا من مطالب الرزق وبالتالي انقلبت من اللعبة إلى مهنة ومن ثم يجوز له أن يفطر في رمضان خاصة في المناسبات الدولية المناسبات الرسمية تلك الفتوى أثارت ردود فعل واسعة داخل جبهة علماء الأزهر وخارجها حيث رفضها البعض رفضا بتا لو أتينا بيهودي ليفعل شيئا في يوم السبت ما فعل على الإطلاق ولكن يجب علينا أن نحترم ديننا وأن لا نجعل هذا الدين ألعوبة في أيدينا نفطر أو نصوم أو نفطر أو نصوم لمط شكورة لكذا لكذا لا بعض لاعبي المنتخب المصري رحبوا بالفتوى فهم يستعدون لمباراة مصرية أمام منتخب رواندا في الخامس من الشهر المقبل المباراة ستقام قبل موعد الإفطار وفي مناخ الحار أنا شايف نازلاتي بتقولك ده في التمرين وفي المطشاط واللي ماشي واللي راح يلعب في الشارع بص يعني الفتوى ممكن إيه يعني اللي لازم بتقول الفتوى لما تطلع المفروض تفسر كما تلعت هو فسر إن في العمل الشق المجود الشق والبدن وكما وقال ياريت نحاول إن التمرينات والحاجات دي يكون بالليل المدير الفني للمنتخب المصري حسن شحاتة رحب بالفتوى ولكنه رأى أن القرار الأخير يعود للجهاز الفني بعض اللاعبين يتفائلون باللعب وهم صائمون والله يا بص يا تب تبتوا عامل نفسي يا الله يعني فيه لعيب ممكن لعب وصائم ربنا مش هولك بقى ربنا بيقوي والكلام ده كله طبعا يا ربنا طبعا مع المسلم ده حاجة وقعية لكن شيء تاني فيه ناس تتعب ويساهمت لقيا عندها الروح أعلى والإسراء أعلى وربما تضغى أفراح فوز المنتخب في مباراته المقبلة على هذا الجدل المصار أحمد عثمان العربية القاهرة